سيدنا لأنه كلام مهم قلت الاتكالية سيطيبي جوابني إلى هذه هذا الخطاب من المسئولية هو سبب من أسباب الهجرة لأن الدولة الآن والنظام القائم حاليا يتهرب من المسئولية ولا يواجه بدليل أنه لما تقول لي أنا فرص العمل متكافئة أنا أقول لك بالأمس في ورقلة خروج شباب يحتجون على ظلم انتاحهم في العمل حقهم في العمل كي الناس منتزاير تخدم في ورقلة ما قلنش تقنيين أبسط العمال يخدمون مننا بمعنى أنه فرص العمل غير متكافئة علاج على أساس المعرفة مواطن البسيط ما عندوش الحق في العمل بمعنى أنه رغم أنه ورقلة أحق بأن سكانها يعملوا في صناتراك ويبون مولى الرئيسي احتجاج سلمي يتهمهم أيدي خارجية قال هذا مجموعة من شباب يتجاهلونهم ولا يحاورونهم السلطة تفتاقد لغة الحوار مع المواطنين مع المنظمات شأنها شأن الأطباء المقيمين شأن الأساتذة أي منظمة أو مبادرة للمطالبة بالحقوق تتعرض للمذايقات تتعرض للمذايقات كما قلت وتتعرض إلى التخوين وفي بعض الأحيان الاتهام بالفوضى إلى غير ذلك رغم أنها مطالب شرعية من المفروض وسلمية سلمية وشرعية من المفروض تدرس على طاولة حوار هذا هو ربم المسؤولية وأنه نقول أنه المواطن الجزائري مظلوم في الجزائر حاليا لماذا؟ لأنه الجزائر لما تكون فيه أزمة المواطن يتضامن يتضامن وميهدرش بدالي لأنه في أيام سابقة لما كنا في أزمة اقتصادية فرضت عدة ضرائب ورسوم جديدة من بينهم تيفية تعلق السيارات الشعب أكيد رح يتحمل ويتضامن مع الدولة لكن في عز البحبوحة هل ألغيت؟ لم تلغى هل استفاد المواطن البسيط من البحبوحة؟ لم يستفيد ولكن فيها لما حان التقشف المواطن البسيط هو الأول اللي خلص تقشف كيف ردت الفعل تكون للمواطن لما أنه تقشف أنت تبرر الحرقة هنا؟ أفهم كلامك؟ لا أبرر الحرقة وإنما أتهم السلطة الحالية أنها فاشلت في احتواء الشباب وفي أعطاء الأمل لشباب وإعطاء فرص للحياة توفير العمل توفير الساكن لما نشوف هنا فيديو أنه حق التعليم يعني يقول له حلم تيغراف كارثة كارثة إذا كان طفل يتمنى يقرأ كيفاش الأب نتاعو يخمن فيه؟ أنا نقول لك الرضاعم ما نقولوش أنه الرضاعم يخمنش في الأخر وإنما نقول الأب نتاعو يخمن في مستقبل أبناؤه ويشوفوا أنه رحوا خارج الوطن لأنه لماذا؟ الأمل فقد فقد الأمل ونقول أنه الشباب الجزائري خدام ما هوش إتكالي أعطي له فرص عمل يبرهن لك بدليل بدليل نقطة أخيرة أسمح لي الأخ ياسر الشركة الأجنبية اللي ره هي في الجزائر أقريبا كلها نجحة هل بعمل أجانب؟ بعمل جزائريين لما تكون التسيير وتكون رقابة ويكون توفير جو العمل وحقوق الجزائري خدام وجهة نظر تفضل